مولانا ربنا قال في القرآن فاعفو واصفحو انا كبني ادم متجوز شفت مراتي بتعمل كده اول حاجة هتبدو لزهن ان انا شك فيها طول حياتي بقى هعيش مع الام حلين اطلقها او اعيش مع واحدة غريبة في البيت مش عامل لها اي استعناء انت اللي جبته لنفسك انت اللي عملت في روحك كده هو ده اللي احنا عاديين نحذر ونعلي الصوت ونقول يا جماعة بلاش كده ده مش الطريق الصحيح ده اللي مفيش الهداية بتاعت ربنا اللي انت جبته لنفسك فعلا كلامك صح هتقعد محتار هتولع ولو طفتها لغاية بالليل هتولع بكرة الصبح طيب ما انت اللي عملت كده ماذا تفعل هتطلقه يعني خراب البيت وكب الزيت وتشريد الاولاد ويعني انت فتحت على نفسك او هي فتحت على نفسها باب جهنم كله ده من شهوة خبيثة اسمها شهوة المعرفة فيجب علينا قبل ما نعمل المصيبة دي ان احنا نعرف ايه اللي بيترتب عليها فاذا كان ما عندناش وازع من الحكمة والعقل وضبط النفس والمبادئ العليا يبقى عندنا خوف من ما يترتب عليها من مصيبة